يا اهلا بالفيلموية فيلمنا النهاردة هو فيلم من افلام الكوميديا والرومانسية والفيلم اسمه The Pash Shiller لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وداع علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية بتبدأ احتاس فيلمنا مع الراجل الاسمه جيمي شانان واللي بنعرف ان هو عايز يفضل عايش طول حياته بالكامل زي كده الحصان الحر من غير اي قيود جواز ولا مسئولي وبيكون قاعد معاه واحدة في المطعم وبتمشي وبعدها بيتفرج على واحدة تانية ويطفوا الشمع مع بعض ويبقوا صحاب والمفروض ان البنت اللي هتمسك بوكي الورد هيبقى مطلوب من واحد من الشباب دول اللي على علاقة بيها انه يتجوزها خلال شهر بنعرف ان الاسمراني ده هو اللي هيتجوزها وبيكون خايف من قيود الجواز وانه هو يفقد حريته بعد كده بيرجع جيمي لجده وبيعرف ان جده زعلان منه لحد دلوقتي وبيديله خاتم علشان يتقدم به لأي واحدة ويخطبها بعد كده بنشوف جيمي قاعد مع صاحبته في المطعم اللي اسمها اناردن واللي كان بيطف معها الشمع بعدين بيطلب ايديها للجواز علشان يستقر بقى بس بيلخبط شوية معاه في الكلام وبتسيبه وتمشي ساعتها بيتدايق من انه عاكم معاه في الكلام وهي بتقول له خلاص انا هفضل عزباء وانا مش عايز اتجوز بعد فترة صغيرة جد جيمي بيموت وجيمي بيكون زعلان جدا على فراغه وما بيعرفش اللي يحصل له لسه بيتيجي انت عزيه وتوسيه في موت جده بعد كده بيقعد جيمي يتفرج على الوصية اللي جده كان عملها فيديو جده كان بيقول له انا سبتلك سروة كبيرة والسروة دي تقدر بحوالي 100 مليون دولار وخليت كل الشغل اللي انا مسؤول عنه يبقى باسمك بس في المقابل جيمي مش يعرف ياخد اي حاجة من السروة دي الا لما يتجاوز وده قبل ما يتم التلاتين سنة وإلا كل السروة دي مش هتبقى من حقه والمفروض انه فاضل كم ساعة بس ويتم تلاتين سنة علشان كده هو محتاج عروسها في الوقت ده قبل ما سروته اتضاع منه طبعا جيمي تجنن وما كانش مصدق اللي بيسمعه ويتجمع هو واصحابه واصحاب جده علشان يعرفوا يتصرفوا اول من فكر فيها جيمي هي اهان وقال انا رح اخطبها على طول والح اتجاوزها بس هي لما شفته ما حسيتش ان هو بيطلب منها الطلب ده بنفس الحب اللي كان بان عليه اول مرة علشان كده سابته وكانت هتسافر اليونان وترتاح منه وتشوف مستقبلها جيمي ما كانش عارف يعمل ايه وعمال يقول يعني انا موت مجوع لو ما عرفتش اتجاوز خلال ساعات ده حاجة عجيبة والله فضل يقلب في صندوق عنده والصندوق ده كان مليان صور كل البنات اللي حبوهم قبل كده ولفتوا نظروا زمان مع صحابه راح لوحدة منهم وقال لها نتجاوز وهيبقى عندي سروة كبيرة لكنه بيكتشف انها متجاوزة فعلا بعدها بيروح لوحدة تانية وقبل ما يشرح لها فكرة الفلوس والصروة اللي معاها اترمت في حضنه وكانت مبسوطة قوي بس ساعتها شاف ان في الشباك وخرج علشان يلحقها ويحاول معها مرة تانية لكنها بتسيبه وتمشيه ولما رجع للبنت اللي وافت عليه لها سابته ومشيتها كمان وكل ما يروح لأي واحدة يطلب منها الجواز تقوله انت بتعمل كده علشان الفلوس بس يعني ما بتتجوزنيش علشان بتحبني انا مش موافقة لما كانت ام بتحاول تسافر ما لحقتش القطر هي واختها علشان كده رجع التاني تعيش مع ابوها ومها في البيت وتبعت حبة عن المدينة هناك بينشوف علاقة حب جميلة بين ابوها ومها وده بيخليها تشتاق لجيمي وتحس انها تسرعت معاها بعد كده بينشوف جيمي وهو راح لوحدة صاحبته اللي شغال في اسم شرطة وكان باين ان هو غلطان لما راح لها وشف شخصيتها القوية لكن هو ساعتها بصراحة بالحقية وقال لها انا عايز اتجوز علشان الحق الثروة ساعتها ام يتضربة بالالم على وشه وتقول له هو انت بتستغلني انت ما عندكش دم وبتقول له انت مش لازم تدور على الفلوس انت المهم انك تدور على الحب وبعدين راح لوحدة كانت شغالة نادل في مطعم وبرضو رفضته بعدين راح لوحدة تانية وفضل يتكلم معها ويفهمها بس هي ما كانش فارق معها ولما عرفت ان الحوار في فلوس وفقت بسرعة جيمي بيجهز نفسه وهي كمان بتجهز نفسها وجموما الاثنين وفقوا قدام الكهنة علشان يعملوا عقد القران وهناك بتعرف ان هو ممكن يطلعها بعد شهر وياخد السروة ويعيش لوحده ويتمصلح كده على افاها برضو اكتشفت ان هو يطلعها بعد فترة ومش هيعيش معها زي اي اتنين من الجوزين وهينصب عليها في فلوس ومش يرضى ان هو يخلف منها ولا يبقى عندهم اطفال يعني شاكب راكب كده الجوزة دي خسرانة لما اكتشفت كل ده سابت ومشيت وبعد ما كان جيمي على واشك ان هو ياخد السروة خلاص بيرجع مرة تانية لنقطة الصفر ومش متبقي غير 17 ساعة بس ولحد دلوقتي جيمي معارفش يعمل اي حاجة والسروة هتضعم النوع صاحب جيمي بيقوله انا هتصرف ما تشغلش بالك خليك بس قاعد مرتاح كده وانا هجيب لك العروسة لحد عندك اما انا كانت بتحاول تجاهز نفسها علشان ترجع مرة تانية لجيمي وتعترف له بحبها وتتجوزه كان جيمي ساعتها قاعد مع القص والقص ده كان قاعد يحكيله عن مراته اللي كان بيحبها وخلف منها اربع عيال وبعدين ماتت دلوقتي عنده عشر احفاد غير كده هو كان مبسوط او في علاقته مع مراته وده لانه اخده عن حب مش مصلحة هنا جيمي قال انا لازم ارجع لان واتجوزها وعيش معاها ايا كان بس المهمة كون مبسوط زي القص ما قال وبعدين بنكتشف ان صاحب جيمي نزل صورة لجيمي في الجورنال وكتب جنبها هل تقبلين الزواج برجل سروته 100 مليون دولار بعد كده بيلاقي بنات كتير جدا لابسين فاستين فرحوا وبيدوروا على جيمي وده علشان يتجوزوه بس هو دلوقتي فيهم ان هو بيدور على الحب وصاحبه لسه مفهمش الكلام ده علشان كده جيمي ما كانش عارف يعمل ايه وعمال يحاول يهرب منهم باي شكل بيخرج جيمي وبيلاقي صاحبه بيقوله يين فعلي انت عملته فيا ده اتصرف انا ازاي دلوقتي انا عايز ان بس صاحبه بيقوله ان عملت كده مبارح بس انا عرفت ان ان جاية وهتكون في محطة القطر اجري وروح لها بيجي مشهد على جيمي وهو بيجري في المدينة وكل العرس دول بيجروا وراه بعد كده بيركب تاكسي وبيجري على المحطة لحد ما يشوف ان قدامه وبيقول لها ان هو بيحبها ومش مهم بالنسبة له الفلوس وبيقناعها ان صاحبه هو لنزل الخبر ده اما هو عايز الحب وفهم ده متاخر ومش فارق مع السهر بعد كده قام بتلبس فستان الفرح وتبقى جهزة انها تتجاوز من جيمي بس بنشوف جيش كبير من العرس كلهم بيدوروا على جيمي وبعدين بنشوف جيمي وهو طلع على سلم ومستخب فوق عمورة وعمال يدور على قان وينادي عليها طلعت قان من على السلم هي كمان وساعتها القصة كان في العربية وعمال يقول مراسم عقد زواج بين كل العرس دول حياته وفي نفس الوقت ما يخسرش السروة وده بعد ما تعلم ان الحب اهم من الفلوس يا ريت اعزائي المشاهدين انتو كمان تتعلموا ان الحب اهم من الفلوس لان بصراحة الواحد بيعاني والحد هنا بيخلص فيلمنا طبعا في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة فعل التنبيهات وده علشان عندنا ملخصات نارية لسا تنزل شوفكم الحلقة الجاية سلام